السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأنا وسألن بكم مع حلقة جديدة من حلقات الرد على الرافض وإعادته لمقبرة عبد الله بن السبق مرة أخرى بعد محاولته الفاشرة للخروج منها قبل أن نبدأ لو حضرتك مهتم بتفنيت أكاذيب أعداء الإسلام من المنصرين والملاحدة والرافضة والعلمانيين فتقدر تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل حلقتنا الجديدة وارجعنا لحضرتكم تاني في حلقة مهمة حلقة النهاردة تبين لكم ماذا يفعل الحقد السبقي في عقول شيعة ابن سبق وكيف يعميهم الحقد عن رؤية الحقائق الواضحة وضوح الشمس هذا الرافضة أيضا حينما أراد أن يطعن في المهاجرين والأنصار الذين سماهم الله بالصادقين والمفلحين استدل بهذه الآية أيضا قال يا أيها اللابين آمن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إذن هناك من الصحابة من حبطت أعمالهم وهم لا يشعرون وأنت تعلم منهم وفي من نزلت هذه الآية مبدئيا كده أنا أجبت عن هذا الاستدلال في حلقة سابقة لكن لا بس أن أزيدك وأزيدك وسأظل أزيدك بإذن الله حتى تشبع أولا قل لي ماذا قال الله عز وجل في حق الصحابة الذين نزلت فيهم هذه الآية يا أيها اللابين آمن يا أيها اللابين آمن أحسنت أيها السبائي الله عز وجل يقول لهم يا أيها الذين آمنوا فهل هؤلاء المقصودون بالآية مؤمنون أم كفار طبعا الرافضة اتورت الآن لو قال إنهم كفار سيكونوا قد خالف وصف الله لهم بالإيمان ولو قال إنهم مؤمنون سيكونوا قد شهد لهؤلاء الصحابة بالإيمان وهو أصلا ذكر الآية لكي يطعن في هؤلاء الصحابة ممكن واحد يحب يتذاك ويقول ولكن الله قال إن أعمالهم قد حبطت إذن هناك من الصحابة من حبطت أعمالهم وهم لا يشعرون وهنا نأتي إلى ثانيا هل الآية قالت إن هؤلاء الصحابة حبطت أعمالهم يقول الحافظ بن كثير عليه رحمة الله وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري يعني لو رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغضبه حينئذ يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فهل النبي عليه الصلاة والسلام غضب على الصحابة المذكورين في هذا الحديث؟ هذه الآية ليست خبرية يعني الآية لم تنزل لتقول إن الصحابة الذين رفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبطت أعمالهم لا الآية تأديبية يعني الآية نزلت لتأديب وتهذيب وتعليم الصحابة كيفية التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا أحد أكبر علماء الشيعة الرافضة يرد على هذا الرافضي في فهم الأعواج للآية يقول شيخ الشيعة الطوسي ثم أمرهم ثانيا بأن قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يعني على وجه الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم فإن مجاهدة وقتادة قالا جاء أعراب أجلاف من بني تميم فجعلوا ينادون من وراء الحجرات يا محمد أخرج إلينا خلي بلكم من الكلام ولو أن إنسانا رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعظيم له والإجابة لقوله لم يكن مأثوما إذن حسب كلام الطوسي رفع الصوت الذي يأثم به الإنسان إذا كان رفع الصوت على وجه الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا سيغضبه كما قال ابن كثير وهذا هو رفع الصوت المحبط للعمل والصحابة الذين رفعوا صوتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا لم يستخفوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بدليل أن الله وصفهم في أول الآية وقال لهم يا أيها الذين آمنوا وأيضا هؤلاء الصحابة لم يرفعوا صوتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام بل رفعوا الصوت عنده كما سيأتي إذن هذه الآيات الكريمات نزلت للتأديب والتنبيه والتحذير من رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للإخبار بحبوط عمل الصحابة الذين رفعوا صوتهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام رابعا مما يدل على أن رفع الصوت الذي وقع من الصحابة في هذا الموقف ليس محبطا للعمل أن الصحابة الذي كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبط عمله بالعكس بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أم حضرتهم صحيح البخاري يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتىه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثابت قال كذا وكذا قال موسى فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة أهو الصحابي نفسه الذي كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبط عمله بل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة والصحابي فهم الآية بشكل خاطئ فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة طيب ما هو النبي أيضا شاهد لأبي بكر وعمر بالجنة كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة ومتواترة تواترا معنويا ومنها هذا الحديث الذي أمام حضرتكم إذن أيها الأخوة هذه الآية الكريمة فيها تحذير من رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس معناها ولا يلزم منها أن كل من رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد حبط عمله بالفعل الآية تقول أن تحبط أعملكم يعني لألا تحبط أعملكم وأنا قلت إن الله عز وجل بدأ الخطاب في الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا فكيف يكون الشخص حبط عمله وفي نفس الوقت يصفه الله بالإيمان خامسا هذا الرافض يقول وأنت تعلم منهم وفي من نزلت هذه الآية طبعا يا أخوة هو يقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقد روي في سبب نزول هذه الآية رواية في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيراني أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع ابن حابس التميم الحنظالي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره يعني يترأس القوم فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي يعني إذا كنت عايزت تخلفني فقال له عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبو بكر الصديق فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه يعني سيدنا عمر بعد نزول الآية خاف من حبوط عمله فكان بعد ذلك إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه كأخي السرار عارفين يعني إيه؟ يخاطبه كأخي السرار يعني كأنه بيقوله سر فكان سيدنا عمر بعد نزول الآية يخفض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يسمع صوت عمر من شدة انخفاضه فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه يبقى سيدنا عمر لما يكلم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يستفهمه يقول له ها بتقول يا عمر ارفع صوتك أنا مش سمعك إذن سيدنا عمر كان يغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن قال الله فيهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وليس هذا فقط بل إن عمر بن الخطاب ممن لهم مغفرة وأجر عظيم شفت الآية التي يستدل بها هذا السبع كيف تشهد للصحابة بالإيمان والمغفرة والجنة بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا يطلع هذا السبع يقول وهل كتبكم حجة على الشيعة هذه الأحاديث ليست حجة عليه هو يريد أن يكذب ويدلس على كتب المسلمين وحينما نكشف تدليسه وكذبه على كتبنا من كتبنا يخرج ليقول وهل كتبكم حجة عليها هؤلاء الرافضة السبعية بلغوا الغاية في المسخرة يقول مفسر الشيعة وشيخوه من ناصر مكارم الشيرازي وفي الآية الأخرى مزيد تأكيد على الثواب الذي أعده الله ويراعون الآداب عند رسول الله فتقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله وقلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجل عظيم سادسا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا كان يفعل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لم يكن يسمح لأحد أن يرفع صوته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصابني رجل يعني راماني كده بحصوية صغيرة بينبهني يعني قال فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين طلع من اللي بينبهه سيدنا عمر فقال له سيدنا عمر اذهب فأتني بهذين يعني هاتلي إيه اللي اتنين دول قال فجئته بهما فقال لهما عمر من أنتما أو من أين أنتما فقال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما يعني كنت ضربتكم ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يا أخي الأدب العمر العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قطعا ويقينا سيدنا عمر ممن قال الله فيهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجل عظيم سبحان الله كلما حاول هذا السبئ أن ينتقص من قدر الصحابة وخصوصا أبو بكر وعمر كلما ظهرت فضائلهم أكثر بين الناس سابعا لو كان هذا الرافض يعتقد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حبط عمله وكفر فهل علي بن أبي طالب يزوج ابنته من رجل كافر يقول شيخ الشيعة وآيتهم محمد حسين الطهراني إن زواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت الصديقة الكبرى يقصد فاطمة سلام الله عليها من الحوادث التاريخية المسلم بها إذن سيدنا علي زوج ابنته أم كلثوم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا طيب إعلقتنا بقى بالموضوع يا أبو عمر جاء في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة لشيخ الشيعة آية الله عندهم محمد آصف محسني يقول قال أبو جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذن سيدنا علي لم يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب إلا إذا كان علي راضيا بدين عمر وخلقه نقول كمان عشان اللي مش فاهم يفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وسيدنا علي زوج ابنته وأم كلثوم لعمر بن الخطاب وهذا يعني أن سيدنا علي بن أبي طالب يرتضي دين عمر بن الخطاب وأخلاق عمر بن الخطاب صح؟ هؤلاء الرافضة يطلبون منك أن تصدق أن أبا بكر وعمر والصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب وأحرقوا بيته وضربوا زوجته فاطمة وأسقطوا جنينها فأراد علي بن أبي طالب أن ينتقم منهم فزوج ابنته لعمر بن الخطاب سيدنا علي بيكافي سيدنا عمر على كل هذه الأهوال المزعومة بتزويجه ابنتهم طيب يا أخي دين السبعية ده دين عجيب غريب مريب لا يمكن أن تصدق دين الشيعة الرافضة إلا إذا عطلت عقلك وألقيته في المزابل حتى لو أدى الأمر لرمي عقولكم في القمامة أكمل يو السبعي أيضا قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أولا أن كلامي كان عن المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة ثم هذه السقيفة كان فيها المهاجرون والأنصار وكل مسلم صادق الإسلام يتشرف أن ينتمي إلى هؤلاء فما علاقة هذه الآية بموضوعه هل الذين كانوا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات كانوا من المهاجرين أو من الأنصار يقول شيخ الشيعة التوسي ثم خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الذم لمن يرفع صوته من أجلاف الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين ينادونك يا محمد من وراء الحجرات يعني الكلام عن أجلاف الأعراب وليس عن المهاجرين والأنصار ويقول شيخ الشيعة التبرسي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وهم الجفات من بني تميم إذن الذين كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا حتى من الصحابة المعروفين وإنما كانوا من جفات الأعراب فما علاقت هذا بكلامي عن المهاجرين والأنصار أيها السبعي هل أنت تقرأ ولا تفهم كنا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ حسنا ماذا لديك بعد أيها الرافضي أيضا قال تعالى في سورة التوبة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إذن هناك من الصحابة من كان يرضى بالحياة الدنيا من الآخرة طيب مبدئيا كده الألف في كلمة الثاقلتُم ده اسمه ألف وصل ولذلك هذا الألف يسقط عند الوصل مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثاقلتم إلى الأرض لكن لو هتواف زي ما انت عملت كده وهتبدأ بهذه الكلمة ما ينفعش تقول ثاقلتم بدء الألف ثاقلتم إلى الأرض ثاقلتم إلى الأرض لا كده غلط المفروض تقول إذ ثاقلتم إلى الأرض بإثبات الألف طرم أنك تبدأ بيها ثانيا ممكن تقول لي كيف بدأ الله عز وجل هذه الآية وبماذا وصف أصحابها يا أيها الذين آمن إذن هؤلاء الذين تثاقلوا عن الجهاد مؤمنون أو كفار طبعا الرافضي اتورت مرة أخرى في هذه المسألة لو قال عنهم كفار سيكون قد خالف القرآن الذي قال عنهم مؤمنون ولو قال إنهم مؤمنون فالآية تشهد لهم بالإيمان وهو أصلا ذكر الآية لكي يطعن فيهم فهذا الرافضي وقع في هذه الورطة ثالثا طبعا الآية لا تذكر جميع الصحابة بل المقصود بها بعضهم والذين تثاقلوا وتباطؤوا عن الخروج للقتال في غزوة تبوك وهؤلاء الصحابة لم يرفضوا الخروج ولكنهم تباطؤوا بسبب شدة الحر في ذلك الوقت والآية عبارة عن عتاب وتوبيخ لهؤلاء الذين تباطؤوا عن الخروج يقول شيخ الشيعة الطوسي هذا خطاب من الله تعالى لجماعة من المؤمنين وعتاب وتوبيخ لهم بأنهم إذا قيل لهم على لسان رسوله انفروا في سبيل الله ومعناه خرجوا في سبيل الله عن الجهاد وسماه سبيل الله لأن القيام به موصل إلى معنى الجنة ورضى الله تعالى ويقول التثاقل تعاطي إظهار ثقل النفس ومثله التباطؤ وضده التسرع إذن هؤلاء المؤمنون المذكورون في هذه الآية تباطؤوا عن الخروج للجهاد ولم يسرعوا إليه كما ينبغي وهذا ليس معناه أنهم لم يخرجوا للقتال رابعا هذا الرافض لأنه يقرأ ولا يفهم أخذ السؤال الاستنكاري المذكور في الآية وجعله تقريرا في حق الصحابة الذين تثاقلوا وتباطؤوا عن القتال الله عز وجل يقول أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أراضيتم حرف الألف في كلمة أراضيتم للاستفهام وهو استفهام استنكاري بمعنى هل راضيتم أن يستنكروا الله عليهم تباطؤهم وتثاقلهم عن الخروج للقتال خامسا الصحابة ليسوا معصومين ولا حرج في أن يحبوا الدنيا ولكن الإنكار في الآية إذا كان حب الدنيا يحملك على ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات ونحن أصلا لا نؤمن بعصمة الصحابة من الأخطاء والذنوب والمعاصي صغائر كانت أو كبائر فلو وقع من أحد الصحابة شيء وثبت عنه ذلك فنحن ليس لدينا مشكلة لأنهم بشر يصيبون ويخطئون وهذه هي عقيدتنا في الصحابة شيخ الإسلام بن ثمية وهو يتحدث عن أصول أهل السنة والجماعة يقول وهم مع ذلك يعني أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون إذن نعيد ونكرر نحن لا نؤمن بالعصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المشكلة الحقيقية عند الشيعة الرافضة هؤلاء يؤمنون بعصمة الأئمة الاثنى عشر ومع ذلك هناك أفعال مذكورة في كتب الشيعة تنفي عصمة الأئمة وتنسفها من جذورها لكن هذا ليس موضوعنا الآن سادسا في الآية التي تليها مباشرة يقول الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وهذا تحذير لبعض الصحابة الذين تباطوا عن الخروج لو لم تنفروا معه عليه الصلاة والسلام سيستبدلكم الله ويأتي بقوم آخرين يجاهدون ويقاتلون معه والسؤال هل استبدل الله بهؤلاء الصحابة قوما غيرهم الجواب لا إذن خلص انتهى الموضوع طالما أن الله لم يستبدلهم في هذا معنى أنهم خرجوا معه وأذكر المشاهدين مرة أخرى بأن الله سبحانه وتعالى وصف الصحابة المتثاقلين بالإيمان وبدأ الآية بقوله لهم يا أيها الذين آمنوا سابعا هذا الرفض يقول إذن يوجد أكثر من خمسمائة صحاب من المهاجرين والأنصار ممدوحين عند الشياء تمام هل تستطيع أن تخرج هؤلاء الصحابة الذين تؤمن أنهم صادقون ومؤمنون وممدوحون من سياق هذه الآية التي تستدل بها إذن هناك من الصحابة من كان يرضى بالحياة الدنيا من الآخرة إذن يا الرافضي ما أردت أن تقوله في الصحابة الذين تكفرهم قله الآن في الصحابة الذين تؤمنوا أنت بإيمانهم وإلى الآن أثبتنا أن سدلالات هذا الرافضي كانت خارج موضوع المهاجرين والأنصار لهم ما كانوا في الصقيفة وإن الآيات التي ظن الرافضي أنها تطعن فيهم كان معناها بعكس ما يقول الرافضي الرافضي يأتي بآيات يخاطب الله سبحانه فيها الصحابة بيا أيها الذين آمنوا ويصفوهم بالإيمان أثبتنا لعضراتكم أن هذه الآيات لا تطعن في المهاجرين ولا في الأنصار على الإطلاق هذا الرافضي لا يرد علي بل يكتفي بمحاولة التشويش على الحق الذي أعرضه من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الذي نصر دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي نصر أصحاب نبيه بعد وفاتهم كما نصرهم في حياتهم سأكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وسأعود إليكم في حلقات جديدة لنستكمل الرد على هذا السبع بإذن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم إشعار بكل حلقاتنا الجديدة وأرجو نشر الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مطلوب بس من حضرتك تاخذ رابط الحلقة وتبعثه لأصدقائك وأهلك على واتساب أو موسينجر وممكن تنشره على صفحتك على فيسبوك وتويتر بس كده هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وجد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته